انا عايزة رد منطقي. انا جبت منديل ومساحت بير رخامة طلع لي ده. حاجة كده انا اول مرة اشوفها ومش عارفة اصلا ايه ده. السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه? يا رب بتكونوا بخير النهاردة صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم. يا رب بتكونوا كلكم بالف خير وانت بتسفوني النهاردة. بصوا بقى. اول حاجة عايزة سقفة كبيرة جدا 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 علشان انا نزلت فيديو مبارح. ودي فيديو كمان النهاردة. سقفولي سقفة كبيرة اوي وشجعوني تشجعها حلوة جدا. وحطوا لايك دلوقتي بسرعة. تاني حاجة انا متحمسة جدا للفيديو ده علشان الفيديو ده انا تعبت فيه جدا والفيديو يعني كله نشاط. وان شاء الله بعد الفيديو ده هتحسي كده ان انت عندك طاقة ايجابية. وحتتشجعي تعملي كل حاجة. فعايزاكوا دلوقتي تنزلوا في التعليقات. تصالوا على سيدنا محمد قبل ما نبدأ. ويلا بينا النهاردة اقول لكم في بداية اليوم كده منتهى النشاط والانجاز. صلوا على النبي. بصوا بقى تعالوا نبدأ دلوقتي بالحلويات والحاجات الحلوة. الحاجات الحلوة هنعمل فطار. انا همنعكم النهاردة فطار وطريقة حلوة جدا لجيبنا القريش يا جماعة. فاكدين الفيديو اللي فات لما قلت لكم جاهزوا جيبنا قريش. وانا جيالكم في السكة. انا جبت لكم حتة وصفة فضيعة. يعني مش ممكن على جمالها وطعمتها وانا بقيت عملة ابوصلها كده اقول لها انتي ازاي كده. بجد والله. بصوا بقى. انا عندي هنا فلفلتين احمر. غسلتهم كويس ايو قطعتهم وطلعت منهم البزر وحطتهم بالشكل ده في صانية. وده هنتهم كده فرشة بالزيد. واحطهم تحت الشوية علشان نشويهم. يبقى احنا اول حاجة في الوصفة اللي هنعملها او الفيطار الامر اللي هتحضريه هيبوسوا ايديكي عليه. حنحمر اي سوري حنشوي. فلفلتين احمر. تمام? بعد ما تشويهم اركليهم كده بس شوية عن رخامة لحد ما يبردوا. هتلاقيهم بعد كده الاشرة بتاعتهم بتتقشر بومنتهى سهولا. هنقشرهم وبعدين نروح على طول نجيب الجبنة بتاعتنا اللي احنا جبناها في التلاجة عشان نعمل بها الوصفة دي. انا مجهزة لكم بقى لي كده يوم والله عايز اعملها. عندي جبنة قريش انا استخدمت نصف كيلو. تقدري تستخدمي ربع كيلو. انا استخدمت يعني قطعتين كده. ممكن تستخدمي القطعة واحدة بس على فلفلية واحدة لو عايز اتجربي. بس انصحك اعملي نفس المقدار اللي انا عملته ده. ولو عند الجبنة كمان ماركونة في التلاجة محدش بياكلها اعمليها برضو بنفس الطريقة. هجيب كده قطعتين الجبنة دو لقطعهم كده ونزلهم في الكبة. هنزل عليهم بالفلفل اللي احنا شويناه. حلو كده? هنحط عليهم اضافة بسيطة جدا جدا وتبقى خلصة الوصفة دي. بس الاضافة البسيطة دي هتخلي الطعم في حتة تانية خالص. طيب في سؤال جالي في التعليقات. حد بيسألني ايه هي الجبنة القريش? هي اسمها كده في مصر? ولا اسمها حاجة تانية برة ولا ايه? بصوا الجبنة دي يا جماعة جبنة آآ طبيعي. من غير اي اضافات خالص. دي لبن وبس. لبن تصفى المياه بتاعته وخلاص على كده. فدي جبنة طبيعي. فانتي اسألي عندكم في الماركت او في في المكان اللي انت فيه او البلد اللي انت فيه على جبنة طبيعي. من غير اضافات خالص. يعني لبن وبس. مفيش ملحة حتى مفيش اي حاجة. انا حطيت الجبنة كده وحطت عليها الفلفل وحطيت ايه بقى? معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة بابريكا ومعلقة صغيرة كاموت. وفصين اتنين بس بالعدد كده توم مفروم. انا مش عايزة توم كتير خالص انا عايزة بصوا ناكهة التوم بس هي اللي تبقى طلعة. مش عايزة توم كتير ولا انها تبقى ريحتها كلها توم بس الفصين دول يا جماعة قلبوا الدنيا خالص. بصوا فصين صغيرين على نصف كيلو بحالو. طب انا لو هعمل يعفاف ربع كيلو بس تحطي فص واحد بس. سمعي بس مني? وما ترجعيش ورايا. حطيت بعد كده ربع فنجان من الزيت. خلاص كده خلصنا. حقلب كل ده مع بعضه في الكابة كده وفرومه كويس. وبس كده. بقى عندي احلى جبنة قريش بالفلفل المشو يا جماعة. خطيرة. احلى والله من اي جبن انا كنتها قبل كده. يعني انا حتى ولدي انا عندي ابني قصة ما بيكلش الجبن عموما خالص. بس بنتي بتكون الجبنة بس الجبنة لقريش بنسبالها مش حاجة حلوة يعني. بس اول ما دقيتها قالتلي هو ازاي كده? هي ازاي طعمها عامل كده? حلو جدا. عايز اقول لك كمان ان انا زودت عليها فلفل اخضر واحد بس قرن حامي علشان تبقى سبايسي شوية. ممكن تبقى حطي شطة نشفة عايزي جدا او هريسة شطة. بس انا حبيت القرن الفلفل ده اضيفه ودهها طعم تحفن. ده كده شكلها ولونها يا جماعة. كلموني عن الامر ده بجد خطيرة. لازم تجربيها. لازم. طب لو انا عفافة عندي جبنة في التلاجة محدش بياكلها جبنة خزين ولا جبنة براميلي ولا اي جبنة عايزي. حطي في الكابة وحطي معاها الفلفل المشوي والتوابل اللي قلني عليها وفصت التوم وبس كده. بس طبعا لو جبنة براميلي او جبنة فيها ملح ما تحطيش ملحة خالص. انا بس حطيت ملحة عشان الجبنة دي ما فيهاش ملحة اصلا. وده كده كان شكلها. حطيت عليها شوية من البابريكة على الوش ورشة زيت وفظيعة يا جميع. خطيرة. لازم تجربوها. حبيت ابدأ بيها الفيديو معيكم النهاردة عشان اقول لكم ان ده كان الفطار النهاردة. حاجة كده امر امر امر. لو انتي بتعمليها قليلي في التعليقات. لازم بتكتبولي عشان اعرف. ولو انتي اول مرة تشفيها اول مرة هتجربيها برضو اكتبيلي في التعليقات. وهستنكي بقى بعد ما تجربيها ترجعي تاني تكتبي رأيك. عملنا الفيديو اللي فات النوتيلة الاقتصادية. وعملنا كمان الفيديو ده اللي جبنا القريش بالفلفل المشوي. وازي كمان فول. كده احنا ضمننا الفطار والعشا. يعني نقول ايه? اسبوعين تلاتة ولا حاجة? الحمد لله رب العالمين. فضل ونعمة من عند ربنا. عملت الفول ده. وصو انا كنت سابعة على الرخامة بيبرد. يعني هو كده انا بعبيه. بعد ما خلاص فطرنا عملت الجبنة وفطرنا. اه انا دلوقتي يبعبيه ايه هو بارد. انا كنت سابعة بقى بيقعد مسلا في الالترة يعني نقول ست سبع ساعات على ما بيبرد خالص وينفع يدخل التلاجة. فانا بسيبه فيها على الرخامة او على البوتاجاسة يبقى على جنب. لما تبرد براحتها خالص. اه بعدين بعبيه بقى في العلب او في الاكياس فاتي وادخله الفريزر وهو بارد واسيب شوية في علبة في التلاجة من تحت كده. نسحب منه لو احنا عايزين في اي وقت. طيب نيجي هنا بس على الالترة والغسيل بتاعها عشان فيه كزا حد سألني ازاي نحافز على الالترة شكلها كده يبقى جديد فترة طويلة. الالترة دي عندي بقى لها ما شاء الله سنين. اه يعني اللي يشوفها يحس ان انا يعني كايني مش بطفق فيها كتير. وانا بعمل فيها حاجات كتيرة جدا. انا بقى لي اكتر من سنة تقريبا ما بعملش الفول اللي فيها. والفول ده انا بعمله مرتين في الشهر او مرة في الشهر على حسب. اه بعمل فيها فراخمة شوية وبعمل فيها حاجات كتيرة جدا لان هي تحفة بصراحة. يعني رجاء رجاء لو انت عندك اي مقاس افهميها عشان تعرفي ازاي تتعاملي معاها عشان ما تقوليش دي وحشة ما بتعملش حاجة. صدقيني انا بعد ما فهمتها لقيتها يعني جبارة. بصوا انا هنا اه عندي السلك الموعين الناعم قوي. انا بحط سلك الموعين حتة صغيرة كده مع الاسبونشة بتاعت الاطباء. واخسل بيها الالترة بتاعتيه. علشان انا مش بحب اشيلها خالص وفيها اي حاجة بواقي اكل او اي حاجة او اي حاجة او اي حاجة اي مكان الاكل. خالص. بافضل ما بوشها في مية في الحوت كده حطاها شوية كتير. لحد لما كل حاجة تبوش تماما. وابدأ اخسلها بالسلك الناعم قوي ده علشان ما تتجرحش. لو جربت تخسليها بالاسبونشة العادية هتلاقي حاجات كتيرة لازقة ومش عارفة تطلعيها. او عبا تستخدم السلك اللي هو الاستلس اللي هو الخشن ده. عشان هيبوز شكلها خالص. آآ لازم تستخدمي سلك يكون بتاع الموعين ده اللي هو النعم قوي. وما تحطيهاش في مكانها في الضرفة الا لما تنظفيها تماما. يعني ما تحطيهاش وتقولي بعدين اخسلها ولا بعدين نظفها لان كل مرة هتطبخي فيها. وفيها بواية اكل هتلزق اكتر وتبوزها. خير اللهم اجعله خير كده وقفة في المطبخ. لفت نظري كده حاجة. جبت منزله بليته وروحت مسحه على المكان اللي انا شك فيه ان هو فيه حاجة غريبة. ببص كده. لقيت اللي انتو شايفينه ده. اولا هو بتحرك. ثانيا انا مش عارفة ايه ده. حقيقي انا اول مرة اشوفه. يعني هو لا نمل ولا مش عارفة ده بصراحة ايه. يعني هو حاجة صغيرة جدا بصه يعني شايفها بالعافية. بس لما متجمعه في مكان على بعضه بقى بينا شوية كده حاجة انها حاجة بني كده فانا مش عارفة بصراحة ايه ده. هل ده بيد النمل ولا ايه? مش عارفة والله بس انا اول مرة حقيقي اشوفه. هو اكنه نملة بس على صغيرة اول درجة ان انتي مش شايفة اساسا. طبعا حالة طوارق على طول. احنا طبعا في الصيف الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد. انا معنديش نمل خالص. فانا مستغربة ده. جي زاي. يعني لو فيه نملة حنقول ماشي. ده طبعا النمل ولا اي حاجة. بس والله ما فيش نملة خالص. الحمد لله رب العالمين انا دايما رشة ومزبطة حالي. وإيه للنمل يعني? فمش عارفة بصراحة. لو حد عنده فكرة ده ايه? او شافه قبل كده يقولي يا جماعة ده ايه? المهم ان انا جبت شلت كل حاجات لعرخامة فورا. والحمد لله انا ما بحطش اكل هنا على الرخامة. غير عيلة بالتوابل. وطبعا خلاص فورا غيرت مكانها خالص. ما بقيتش اي حاجة فيها اكل? على الرخامة هنا خالص. المهم جبت اه كيروكس اللي انت شوفتوه الاخدر ده. ده طبعا بقالي سنين وسنين بستعمله. ما شاء الله طحفة. اه برشه على اعتاب البلكونات واعتاب القود عند ماب الشقة. في كل اماكن اللي نعمل فيها وقاية يعني. اه عند السرير. عند الملال بتاعت السرير. الاركان. اي حاجة فيها فتحة. اي حاجة برشه على طول. والحمد لله رب العالمين يعني اصاره بتفضل فترات طويلة جدا. لكن انا جربته النهاردة طبعا على اللي انتو شفتوه على الرخامة ده. شيلت كل حاجات على الرخامة ورشيت كويس جدا في كل الفتحات والصغرات اللي موجودة على الرخامة. وسبتها تقريبا على ما خلصت اللي انتو حتشوفوه دلوقتي بعمله ده. المهم انا شيلت السجادة بتاعت الارض. بقى لي كزا يوم عايز اشيلها فعلا ووقع يعني المع الارض تلميع محترمة. انا تقريبا يوم ويوم بمسح الارض تحت المطبخ بس مش بعمل فيها اللي بعمله دلواسي. انا دلقت كلور في الارض ومية والمكنسة بقى حتى ادعك كويس قوي البلاط. شدت البتاجاز وشدت التلاجة وعملت وراهم كويس قوي علشان برضو البتاجاز. لما بيطرتش جنبه السراميك تحس ان هو بتاع الارض بيبقى ملزق شوية. ما كانت طرتشة بتاعت الطبخة على البتاجاز وكده. فالمهم شدت البتاجاز عملت الارض كلها بالمكنسة. المكنسة عادية خالص. وادعكتها كويس قوي بالكلور. وبعدين جبت الفوطة اللي انتو شفتوها دي ركبتها في المساحة. ولمعت الارض كلها كويس. رجعت كل حاجة مكانها. وخلصت الارض كويس. وفرشت السجادة. نيجي بقى هنا على الرخامة كانت طبعا بقالها تقريبا نقول ساعة. مسحت طبعا بمنديل الاول. لقيت من من ده كتير بس مش على الرخامة نفسها. على حرف الرخامة برضو. يعني ما لقيتش على الرخامة نفسها. على الحرف اللي انتو شايفينه وورا ده. المهم مسحت بالمنديل كويس. وبعدين جبت صابون طبعا ودعكت الرخامة كويس قوي. وبالمرة بقى عملت الحنفية وعملت الحود والسبونشة دي بقى لها عندي تقريبا ثمان شهور. فكده خلاص انا حابة غيرها يعني. حسها مش مش واجهة مشرفة بصراحة نعمل بها الاطباق. خلاص كفاية عليها كده. انا ممرمطها معي في كل حاجة. فحرميها وانا جبت واحدة تانية جديدة وراها لكو دلوقتي. خدت من الاول قبل ما رميها. خدت حتة من المستك الاخضر ده. بصوا يا جماعة الحود هيبقى امر دلوقتي. بصوا تحسوا ان احنا هو عايز بوسة كده. اه الحود طبعا تحسوا ان هو بعد استخدام كل يوم كل يوم ويعني خضار وفراخ وموعين ودنيا وحاجات كتيرة. مهما غسلتي بليفة العادية كده. بتلاقيه برضو تحس انهم جنزر. اه تحس انهم طوس. تحس انهم بقع ما تفهم يقولوش حل يعني. حتى بعملو بسلك الموعين وكل حاجة بس برضو بحس ان هو لازم له كل كامي يوم كده تنظيفة محترمة. والله ما خدتش تلات دايز ما شفته. حطيت حتة من المستك الاخضر على الحود. على الزبونش اقصد. ودعكت بها وخلاص على كده. اواريكو دلوقتي شكل الحود بعد ما نشطفه وانشفه. طبعا عايز اقولكم الرخامة دي تغسلت حتى الموت. يعني غسلتا كويس جدا عشان يعني برضو بقطع عليها حاجات. عموما بستخدم البورد بتاع التقطيع او بلانشات. بس بقطعش على الرخامة على طول. بس برضو بنحط ممكن عيش نحط حاجة بتاع فالمهم غسلتا كويس قوي. شلت طبعا طقم التوابل من هنا خالص. وهحطه بص دي ما هتشوفه دلوقتي اللي انا هحطه حاجات ديكور بس مش اكتر. مش هحط حاجة خالص آآ ليها علاقة بالاكل يعني. وبس كده. خدت بقى فوطة. نشفت الكل اللي كان من شفتوه دوت والحنفية والفلتر والحوض حنشفه دلوقتي. حملة الاستاذة كمان بتاعت الصابون وغيرت اللزبونشة بتاعت الاطباق وعملت الارضيات زي ما شفتو بقت زي الفل. وبس كده. دي كده كان شوية الحاجات اللي انا عملتهم يعني اخدت فيهم وقت شوية طبعا على مدعكة الارض بقى ونشفت ولمعت. ما شاء الله. شايفين الحوض يا جماعة? شايفين الحوض? والله ما استخدمت السلك معين ولا اي حاجة خالص. هي لزبونشة اللي انا رميتها من شوية دي. هي دي خدت بها حتة من العلبة المستك بعد ما بليت اللزبونشة. وبس كده. ولمعت الحوض كده دعكة والله ما دعكت جيمة. دعكة خفيفة خالص خالص. بقى الحوض بالشكل ده. متخيلين يا جماعة المستك الاخدر ده سحر بجد. وبس كده. نضفت بقى وحتابعة بقى. بس قولوا لي الاول ايه الحاجات الصغيرة دي اللي كانت يمشي على المنديل ده ايه? انا ما لقتوش على الرخامة خالص حتى بعد ما ما رشيت ما لقيتش برضو على الرخامة. لقيته كله على الحرف بتاع الرخامة اللي هو بصه ورا الحنفية ده. فالله اعلم بقى ده ايه لسه مش عارفة ولسه بعد شوية حشوف هيظهر تاني ولا لأ. آآ حتابع ان شاء الله وقول لكم برضو لان المطبخ من الحاجات انا والله مش بسيب اي حاجة وراي خالص. فتفيه تعيش حتى ورا الولاد وكله بلمة ولمع واي حد بيعمل صندوقتش حتى بخش لمع وراه والدنيا يعني تمام. فمش عارفة ده كده يجي ازاي ويجي من ايه? بس خلينا شوف انا عدت ادور على فتحات اخرام بتاع يعني غربلت الحتة دي ملقيتش اي حاجة خالص. فالله مستعين. خليني بس اشوف لو حد عنده خلفية ده عبارة عن ايه? مع العلم طبعا ان مفيش اصلا نملة خلص ما فيش نملة خلص